تطورات عنيفة تشهدها الأراضي الفلسطينية من هجوم إسرائيلي على مخيم جينين بالضفة الغربية مما دعا رئيس الفلسطيني محمود عباس للدعوة في كلمة تلفزيونية إلى اجتماع طارق لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على جينين ومخيمها وطالب عباس المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على إسرائيل ذلك بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية كبيرة على مدينة جينين ومخيمها فجر الاثنين استخدمت فيها الطيران والمسيرات فلاها اقتحام بقوة ضخمة وحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في مدينة جينين بالضفة الغربية بذريعة اختباء مسلحين داخله ووجه تحذيرا بأنه سيقصف المسجد حال عدم تسليم المسلحين الفلسطينيين لأنفسهم ذلك بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بينما أعلنت كتيبة جينين في الضفة الغربية اليوم عن إسقاط ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة خلال العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مخيم ومدينة جينين منذ 12 ساعة وأشارت كتيبة جينين في بيان مقتضب عبر حسابها على تيليجرام إلى شن عناصرها لهجوم واسع على محور الدمج والخواشين واستهداف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي بنيران كثيفة وعبوات متفجرة ما أدى لأعطاب عدد من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بمدن الضفة الغربية باقتحام مدينة جينين ضمن عملية عسكرية أطلق عليها اسم الخديقة والبستان وهي العملية المستمرة منذ 12 ساعة حتى الآن فذلك بدعم جوي من الطيران الحربي الذي استهدف بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جينين وعلى أطرافه ما أدى الاستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 8 في جينين وشهيد في رمالة والبيرة وإصابت 50 آخرين بينهم 10 بحالة خطرة بحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية وفي أعقاب عملية القصف الجوي اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرفات عسكرية مدرعة مدينة جينين من عدة محاور حاصرت مخيم جينين وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم نشرت قناصتها فوق أسطحها وقطعت الطيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم من جانبه أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي وشباك بيانا مشتركا جاء فيه أنه في عملية مشتركة استهدف الجيش الإسرائيلي والشباك مقرا للفصائل الفلسطينية في جينين وعناصر كتيبة جينين بدعوة أنه استخدم كنقطة مراقبة ومكانا لتجمع وتسليح العناصر واقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جينين واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال شارت تقارير إسرائيلية إلى أن القرار بتنفيذ عملية عسكرية في مخيم جينين قد اتخذ قبل أسبوعين مشاهدين كانت هذه التطورات الوضع في فلسطين وما يحدث في جينين شكرا على المتابعة وإلى اللقاء